اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن تعزيز العمل البرلماني الدولي المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة يمثل ركزة أساسية وأولوية ثابتة لمملكة البحرين انسجاما مع التوجه الوطني بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا ولفتت معاليها إلى أن الجهود البرلمانية البحرينية الرامية لرفع مستوى الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة تتسق مع دور الدبلوماسية الخارجية للمملكة والتي تنفذ سياستها المتزنة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله مؤكدة أهمية العلاقات البرلمانية وما يمثله التعاون والتنسيق من خيار أساسي لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الدول والشعوب جاء ذلك على هامش عدة لقاءات عقدتها معالي رئيسة مجلس النواب على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات القمة الرابعة عشرة لرئيسات البرلمانات المنعقدة في العاصمة الأوس باكستانية تشقند وتطرقت معاليها خلال اللقاءات إلى أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع مستوى التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الصديقة مؤكدة معاليها أن المملكة تمثل مركزا ماليا استراتيجيا في المنطقة ولديها بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة وتقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين ونوهت زينال بالتقدم المطرد الذي تشهده مملكة البحرين في تطوير التعليم والصحة ومجال رعاية حقوق الإنسان مشددة على أهمية تنسيق المواقف والرؤى البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة